اشتركوا في القناة الامام الشنقيطة رحمه الله صاحب اضواء البيان يقول الاول اثبات الدليل وهو السمع البسيط الثاني تنزه الله عن مماثلة الخلق والدليل ليس كمثلي شيء الثالث المعاني معلومة وكيفية علمه عند الله والسرع عنها بدعة والدليل وليفقنا بيعين جمعت في قول الامام مالك رحمه الله تعالى هالاستواء معلومة يعني معلومة المعنى فعندما يكتب هذا السنة معنى الاستواء العلومة هذا معنى لكن الكيفية نؤمن اذن الله كيفية تلك الدليل سبحانه وتعالى لكن هذه الكيفية لا نعلم والسرع عنها بدعة اثبات والتنزيل والمعاني معلومة الكيفية علمه عند الله والسرع عنها بدعة توحيد الاسماء والصفات هو افراد الله سبحانه وتعالى بما سمى وصف به نفسه اي في الكتاب والسنة فقط لا يوجد عندنا اثبات الاسماء والصفات الا من الكتاب والسنة نعم العقل لا يمكن ان يأتي عقل الا ولا بد ان يثبت لله من حيث العموم كل سفة كمال ما يمكن يكون الخالق الا كامل نعم وينزه الله عن كل سفة نفسه لكن من حيث التفصيل لا بدخل للعقل في الباب الاسماء والصفات كتاب والسنة والعقل الصحيح السليم الباقع الفطرة لا بد يوافر النقل تعارض العقل والنقل كتاب الشيخ 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 الاسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وذلك باثبات وذلك باثبات ما اثبت الله نفسه واثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم ونفي نم في كل ما نفى الله عن نفسه ونفى عنه رسوله على الصلاة والسلام مع اثبات كمال الظلم نقول نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الظلم لكمال عدل سبحانه وتعالى نفى الله سبحانه وتعالى عن نفس السنة والنوم لكمال حياتي وقيومياتي سبحانه وتعالى نعم وذلك بإثبات ما أثبت نفسه ونفع عن نفسه من غير التحريد لا ننحل ولا تعقيل ما نعقل ولا تكييف لا تقول كيف ولا تنفيه تسير على هذه الطريقة فأنت على طريقة أهل السنة والجماعة صلى الله عليه وسلم يأكل منهم نعم